السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية مرحبا بكم درسنا لهذا اليوم سيكون التعبير الكتابي أقرأ الموضوع أكتب تقريرا حول أهمية الماء وطرق المحافظة عليه أولا أكتب مقدمة لموضوعي أذكر أهمية الماء ومنافعه الماء أساس حياة جميع الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات فالماء ضروري لاستمرار الحياة لأنه يلعب دورا أساسيا في عملية الهضم أذكر طرق المحافظة على الماء على كل واحد منا أن يحافظ على الماء داخل المنازل فلا نترك الصنبور مفتوحا ولا نسرف في تبديره بل يجب أن نحافظ عليه وأن نرشد استهلاكه أما خارج المنزل فيجب أن لا نلوت الأنهار والبحار أختم موضوعي بالتعبير عن شعوري الماء كنز الحياة ولا يمكن أن نعيش بدونه لأنه عنصر حيوي ترجمة نانسي قنقر